صورة الصف من اولها. صورة الصف من اولها. وصورة الصف هي الصورة الحادية والستين من اول المصحف. بترتيب المصحف. المصحف كله مية واربعتاشر صورة. صورة بقى الواحد وستين دي صورة الصف. صورة الصف صورة مدنية نزلت بعد صورة التغابن. آيةها اربعة عشرة آية. وهي من الصورة التي تبدأ فيها بلفز التسبيح. تسموه المسبحات. كل صورة بدأ فيها بتسبيح. تسمى المسبحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نفس معنى وان من شيء الحقيقي. العقل لا يمنع ذلك. العقل لا يمنع ذلك. لان الكلام صوت. والصوت حركة وزبزبات. وكل شيء في الأكوان مكون من زرات وهزيئات حركات وزبزبات. فكل ما في الكون مكون من هذا. فلا منع عن يخرج زبزبات من حتى الجماد. حتى من هذا الكرسي. او من اي جماد كان. زبزبات ترجم تسبيح عند الله في لغة لا نعلمها نحن. يبقى تسبيح حقيقي. لدرجة ان بعض الاولياء واهل الكشف كشف الله لهم التسبيح فترجمه لهم بلغة العرب. فسمعوها تسبيح. زي الصحابة سمعوا تسبيح الطعام في كف النبي. عارفين احنا في السمع? سمعوا تسبيح الطعام في كف النبي. فوضع الطعام من كفه في كف سيدنا ابي بكر فسبح. يبقى ايه? يبقى حصل سماع تسبيح الجماد في عصر النبي. سيدنا عبد الوهاب الشعراني يحكي عن نفسه. انه هو بيزبط السجدة السجدة الثانية في صلاة في الصبح. في بيتي اللي هو مدفون فيه بيتي في شعرين. كان ده بيته. لما دفن دفنوا ببيته. كان زمان القوانين لا تمنع ان الانسان يدفن حيص ما شاء اهله. ما كانوش يعملوا المقابر مكان والسكن مكان. الوقت القوانين تمنع. لكن كان زمان اي واحد رجل صالح مات يدفنوا في الوقت اللي كان بينام فيه. يعني قدت النوم بتاعته تبقى قبره وخلاص. يشيلوا السرير ويدفنوا ويعملوا له مكان. مكان السرير. ويعيشوا ببيت الحجرات. يبقى يعيشين مع اباؤهم واجدانهم مدفونين في نفس حجراتهم. زي السابة القادرية في اسكندرية. انا رحت زرطهم السابة القادرية نفسي لي بشر في اسكندرية. عندهم بقى بيت كبير كده. ومدفون في كل اباؤهم واجدتهم. وهم ليسا عايشين فيه. واخر بقى وعملين مصلة. النظام القليل. واستسناهوا باستداد. قال لهم سبوهم محدش يقربوهم. لانه كانوا فكروا ان هما يمنعوهم. قال لهم سبوهم دور بقى المستسناه. فعني كان زمان عادة الناس انها تدفن في البيت اللي ايه? سكن فيه عادة. فيش مشكلة. يعني لو على الزمان اما متنى هيدفنوني انا في المسجد اللي اشوف. فيش مشكلة. واخر بقى لكن ممنوع هدى شيء انا. نعم? بس اه الشيخ الشعراني كان ساكن في البيت اللي هو بقى مسجد. المهمة. فبيقول انه كان بيصلي الفجر في المسجد اللي بجوار بيته. اللي هو بعد كده عملوه مسجد. يعني مكان الضريح ده هو ده مزق بيته. وبعدين ايه الحتة الفسح اللي حوالي دي? عملوه المسجد. فبيقول وهو ساجد في السجدة. التانية من صلاة الفجر سمع تسبيح الحصير. واعمدة المسجد. وسقف المسجد. وكل جماد في المسجد. فبيقول لم اتحمل فمرضت فيها شهرا. من شدة يعني الحالة الغريبة اللي حصلتها. بسمع كل حاجة بتسمح. بقى مش عارف حتى درجة ما كملش الصلاة. ما رفعش. الناس خلصت الصلاة لقول زي ما هو ساجد. شلوه حطوه ع السرير. واعدوا عدوه شهر. من المرض. يعني لو ربك كشف لك هذي الاشياء ما كنتش تعرف تنشط في حياتك. ولا تركز ولا تخطب صديقك ولا تذاكر. ولا تحفظ قرآن. ولا تعمل عبادة. حتتشغل. تصور كل ده. اقعك شغال وانت ساموه. هتعيش ازاي? هتتجنن ان شاء الله وتموت على طول. فمن رحمة ربنا انه اخفى عنا هزا. من رحمة ربنا بينا انه اخفى عنا هزا. تصور تبقى ناعم على السرير والسرير عاب بيسبح. طب هتنام ازاي? هتقول لسكت وش حيسكت. فقامت ازاي? ما تعرفش. تيجي تخش اي حياتك وتزاكر تلاقي الكتاب نفسه بيسبح. طب ده بعيد. فقامت ازاي? فهتبقى عملية صعبة. لكن من رحمة ربنا انه اخفى عنا تسبيح الاكوان. دي نعمة كبيرة على ده. مع اعتقارنا ان كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى. بلغته بشيء يفهمه الله ولا نفهمه نحنه. وان اراد الله ان يكشف عن ازاننا لاسمعنا كما اسمع بعض الصالحين. يعني انا مثلا قابلت واحد سوداني في احدى عمراتي. وحكى لي ان ابوه راجل ولي من الاولياء ومات. وانه كان بيحج في حجة زمان سنة حجة واربعين. فجاب حصى معاه بتاع الجمارات. جاب شوائي الجمارات معامل منها. واحتفظ بيها عند ابو. في دولابه في الخرطوم في السودان. بركة. وبعدين بيقول وهو بيصلي بالليل سمع الحصى بتبكي. لدرجة انه معرفش يصلي. يعني كل ما يجي يتخذ الصلاح بكاء طالع من داخل الدولاب. اللي هو حاطت فيه الحصى. يفتح يلاقي ايه كيس الحصى هو ده مصدر الصوت. الحصى بتبكي. علشان فارقت الاوطان. بيقول لك خد الحصى ده تاني يوم بعد الفجر وراح لواحد صديق وكان طالع عمره. ودقول له قال له ارميث منه. ارميث منه. لاحسن ده ايه زعلان لانه سبوت. والعجيب بقى ان الامام النووي ذكر في كتاب المناسك. انه يكره اخذ حجر الحرم الى بلاد غير الحرم. نص على هذا الامام. في كتاب المناسك. تقيمت ازاي? قال لي لان الاحجار دي اللي ربنا خلقها في الحرم لها هيئة معينة لا تستريح الا في الحرم. كأنه شوف الامة شوف امة النبي قلوبها رقيقة ازاي? تشعر حتى بالجماد. فالحمد لله الذي جعلانا من هذه الامة التي تسبح مع الاكوال. يعني الامة الوحيدة التي تسبح مع الاكوال. فالحمد الله على ذلك. يلا يا سيدي. يا ايوه الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. هذا الكلام موجه لكل مسلم يدعي الصلاح وهو ليس بصالح في نفسه. يأمر الناس بالمعروف ثم لا يفعل المعروف. وينهى الناس عن المنكر وهو يفعل المنكر. عيب. لكن سبب نزول هذه الاية ان بعد الصحابة اقترحوا على النبي ان يفرد عليهم بهذه الاعداد. لانهم كانوا مستضعفين. فلما فرد عليهم القتال كرموا وبعضهم خاف. فربنا عاب عليهم. يا كتب عليكم القتال وهو ايه? فره لكم. واسع ان حكره شيء. فلما كتب عليهم القتال واذا فريقهم منهم يخشون الناس كخشية الهواشات دخاشية. فنزلت الاية دي في ايه? بالسبب ده يعني. لكن ايه ايه عامة في كل مسلم لا يقتمر باوامر الشرع ثم يأمر غيره ان يقتمر. ايه برضو? وايه في البردة برضو بيت شاعر بيقول كده? اللي هو ايه لقد نسبت به ايه? استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به ايه? نسبا لدي عقمي. مش كده برضو? يعني نفس معنى الاية دي. هو ايه جاب له صاغه في هذا البيت. استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لدي عقمي. صحيح? يلا يتي. ان الله يحب الذين يقاتلون بي سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس. المقصودة مش بنيان مرسوس يعني توقف صف كده. لدرجة بعض الناس المفسرين خدوا الامر على سطحيته. وقال ان المقاتل على رجله افضل من المقاتل على الفرص. لان الصف لا يكونه الا ازا وقفت رجلا على قدم. المسألة مش كده. المسألة مش كده. المقصود بالصف هنا هو السبات. السبات في المعركة وعدم الاتبار عند ملاقات العديد. زي ما القائد بتاعك وخطة المعركة تتفق عليها مع القواد على كل جندي يثبت في مكانه. يبقى كده صف. يبقى الصف هنا معناه ايه? كالبونيان المرسوس يعني ثابت. فالمقصود ان انا ما نروحش نخش على الاعداء الصفوف كده. صف صف يقشطونا. يبقى المقصود كده. يبقى المقصود صف كالبونيان المرسوس يعني يعني كثابت كالبونيان. يعني اسبت امام العدو كالبونيان. يلا. وان كانت الحروب القديمة الايام المواجهة كانت بتتم صفوف بقى. لكن الوقت في الحروب تغيرت. طبيعة الحروب الان تغيرت. بقت في خنادق وبقت في ايه? في طائرات وبقت في البحار وبقت في الجو. بقت بطرق كثيرة. وفي برضو الصفوف لا شك عشان يعلموا الانتظام بس. هو بدل كل الصفوف اللي بعملها ده عشان النظام. لكن عند المعركة بقى ما بيطلعش صف. شكرا بقى. يبقى ايه كالبونيان المرسوس يعني ايه? يعني سابتك البنية. السباتة. والرسول صلى الله عليه وسلم قوله لهم انها سابتك السباتة في العمر. والعزيمة على الرجل. يلا يسي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْدُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولٌ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ كُنُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمَ درب مثلنا بقول سيدنا موسى انهم قالوا ما لم يفعل. قالوا سيدنا موسى انت رسول الله الينا. ثم لم يفعلوا احترام نبيهم او متابعته او الحرس على طعفهم. فقالوا خولا وخلفوا. فهو برضو لما تقولون ما لا تفعلون. يعني كأنهم لا تكونوا كبني اسرائيل الذين فعلوا ذلك مع نبيهم حتى اننا بيوم عاتبهم. وقال لما تؤذونني وقد تعلمون ان الرسول ضاء اليكم. وقال هنا للتحقيق. احيانا تأتي قدل التحقيق واحيانا تأتي قدل التقليل. وقد تعلمون ان رسول الله اليكم. فلما زاغوا. زاغ الله قلوبا. يبا الذي يقول ما لا يفعل يزيع الله قلبا. فنسأل الله السلام. يلا يا سيد. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يديكم. من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. صلى الله عليه. فلما جاءهم بالبينات قانوا هذا سحر مبين. وبرض مسأل تاني بايه بأتباع سيدنا عيسى. ان سيدنا عيسى رح لبني اسرائيل. وقال لهم لم يتبعوها. شكده برضو. وقالوا في الاخر ده سحر مبين. وبعدين هنا في ملمح واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل ما قالش يا قومي. لان غالبا قوم الرجل قربته من جهة الاب. قوم الرجل قربته من جهة الاب. وسيدنا عيسى لا قبله. فالشكل قال له مين يا بني اسرائيل ما لش يا قومي. لانه لا قبله. فدي برضو ملمح لطيف في الآية. ثم ذكر هنا بشارته بسيدنا احمد سيدنا محمد اسمه في علم الباطن احمد قبل الظهور. ولكن اسمه في علم الظهور محمد. ولذا قال عن نفسه اسمي في الانجيل احمد وفي التوراة احيد او احيد وفي القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. وانا الماحي الذي يمح الله بي الكفر. وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. كل هذا قال من اسمائه صلى الله عليه وسلم. ومبشرا برسول يأتي من بعد يسمه احمد. بعديا بفتح الياء هكذا قراءة المدنيا والمكي والبصريا وشعبا. من بعد يسمه. لكن باقي القراءة بالتسكين من بعد يسمه. فلما جاءهم واحمد ده هل هي يعني اسم فعل؟ يعني احمد الله مثلا فهي اسم فعل؟ ولا هي افعل تفضيل. احمد حامد. تحتمل المعنيات. والنبي صالح فيه المعنيات. فهو احمد حامد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الاصحاب يقولوا هذا ساحر مبين. ساحر مبين. برضو قالوا ما لا يعتقدون. لانه كانوا يعتقدوا في النبي الصدق والامانة. وراجحة العقل. ثم قالوا الاسترقب سحر. فقالوا ارضو ايه ما لا يفعل. فانه هذا الكلام موجه لكل من اعاد النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه ذي راجحة عقله وصدقه وأمانته وأنه لا يكذب أبدا. ونكمل غدن إن شاء الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. ونحن على لديك من الشائدين. اللهم علمنا الله وصلي الله صلاة على أصحابنا. ترجمة نانسي قنقر